بس الفنان سمير غانم وفرصة نشوف برضو أفيشات وصور ليه فنان سمير غانم فنان با يعود ماروش زي يعني أنا اشتغلت مسرح تقريبا في كل الاتجاهات يعني لا ماروش زي لا خف الدم لا وغير خف الدم ويعني خف الدم دي مفيش خلاف عليها إنما أنك أنت يعني أنا كنت قاعدة أبصره كده أقول له وشه صغير يعني ما بيتبرش فبقيت أنا عايز أفسر ليه ما بيكبرش غيره بيكبر فلقيت إن قلبه هو سبب وشه قلبه أبيض قوي فدم يدي له انتعاشف وشه ما كانش بيعمل أي مشكلة مع أي ممثل أيا كان ودي حاجة من الحاجات اللي كانت مراحاني جدا طبعا وكان يسعد لو ممثل قلق فيه على المسرح بس لأنه هو جبار لا هو جبار واخد بالك لنا عايز أسألك كان يقال إنه سمير غانم يعني نجم الارتجال يرتجل ويرجع تاني لما المسرح بس يرتجل من جوه النص دي عظمته يعني أنت وأنت قاعدة بتتفرجي ما تحسيش إنه هو خرج برا الرواية ودي عظمة الارتجال لكن إنما أخرج ولم يعد دي كارسة إنه أنت حتغرب المتفرج وتحسس المتفرج إنك أنت خرجت عن النص وقلت كلام ملوش علاقة بالرواية ولا لو علاقة بالمشهد ولا لو علاقة بالده ده ما كانش هو في الحتة دي خالص هو يستطيع من خلال الموقف اللي هو شغال فيه شفت الصورة دي دي آخر مصرحية وقحها معايا وكنا في بيروت في شرع الحمرة ودي آخر مصرحية وقحها معايا وكان معا المساعد بتاعه هو اللي صورنا في شرع الحمرة في بيروت كان بيستمتع سمير غنم بالمصرح كان بيقولي دي فسحتي يعني مش فرق معاه أي حاجة يعني سمير غنم عمره ما تكلمني إحنا جبنا كام أنا خدت كام أنا جاية تفسح وكت أنا بفسحه بقى في العالم يعني وديته الدنيا كل بره مصر روحته فين؟ في أي حتة أي بلد سفرته بالمصرحية في أماكن كتير مش بمصرحية مصرحيات كتير آه يعني رحنا كل حتة يعني حتى أنا ما كنتش بستنى زي ما بيقولوا مثلا شركة تشتري المصرحية عشان نعرضها كنت أنا أنزل وأنا أروح أنا أأجر مصرح في البلد اللي أنا رايحها وأجر الأوتيل وأشتري تذكر تارا للفرقة كلها وأعمل إقامة للفرقة كلها في الأوتيل ودعاية وكل ده على حسابي وهو يجي يعرض فكان مالك يعني معاه منتج لقاله أنا يعني كان تونس مثلا تونس دي الدولة دائما تشتري تشتري ثلاث عروض أربع عروض والله لو كان مين هو لو نجم النجوم هم أربع عروض خلاص وبنعرض في المصرح البلدي ده في الشارع الحبيب برقيبة ده يعتبر المصرح القومي بتاع الدولة فجي في مرة قال لي أنا عايز أروح تونس قلت له أنا لو رحت أكلمهم حيروين ناخد ثلاث حفلات وبتاع سيبني بقى المرات دي أنا زي كل مرة أعمل لك عرض هناك فروحت نزلت تونس وروحت السينما اسمها كوليسي في شارع الحبيب برقيبة برضو ورد قابلت أصحاب السينما أنا عايز أأجر السينما دي وأعرض عليها مصرح ألبتها مصرح وجبت السامير غانب بالفرقة بالكامل قعدنا هناك 21 ليلة عرض طبعا كسرته الدنيا 21 ليلة عرض في تونس دي ما فيش ما حصلتش في التاريخ طبعا هم أربع حفلات أو تلاث حفلات أكتر من كده لأ خلاص وما كملناش عشان إحنا عندنا نفتتاح في القاهرة يعني إحنا لازم نكمل العروض في القاهرة فكت أنا بعرض له في روح تلفتح عملت له مسيحية في لبنان عدنا تلاث شهور نعرض كل يوم وصل بينا إن إحنا نعرض أربعة ظهر وتسعة بالليل أحفلتين آه مش قادرين سامير غانم أنا باعتبر أنه في المسرح في المسرح نجم طاغي